معظم يقابل لهما أخرج للوجود ويمكن من تخطير أنه بيتك قابل لهما لأن حقيقة الأمور أن كون الشيء ليس قابلاً للشيء أعظم المبناء من أن يكون قابلاً ثم تنفع وصل هذا الكلام أن ما هو في أي شيء في الوجود والعدام أما في الجهد والعلم والحياة والموت والسمي والطمم فهذه ليست في الوجود والعادة الإجمال لأنه يوجد أشياء غير من خبري أولاً فيها الاتفاء لأنها لا تنفع وليس من المرسل يعني أن هناك مئة مأورة فيها قال المعلم رحمه الله وحين إذن فنسوهما مع جوده قابل لهما أقرب للوجود والممكن وما جاد لواجد الوجود قابلاً وجب لهما يعني رحمه الله ما جاد لواجده وعلم إنه ذيك عندنا شيء واجد الوجود إلا الله إذا كان الشيء ممكن وهو قابل لهما إذا كان الشيء ممكن وهو قابل لهما قارى لا قارى واجد الوجود ولهذا قال المعلم وجب لهما كل شيء ممكن في جهة الحق الله طبعاً مختباته كما يكون فينا إذن واجب الله فالحياة إذا قلنا نعمل كنا في الحق الخالق مستقوم الواجد الطوطن إذا قلنا نعمل كن الواجد ونحن سهلنا من مرتبة أن الثلاثة عوشبهم يقول إن السمعات ممكن ذو أقرب الله إلا لنمتين الغوطن يعني أقرب نعمل كذلك لكن إننا قرروا أنهم هذا عمر ممت هذا عمر ممت وإذا كان ممتاً وواجد اقتمال كان واجباً له قال بآذن فوقت بأسفاته على غيره المعنى أن السمعات الله عز وجل إذا كان قابل الله ويتمال فإنها فتأين له تعين له ليس كان بآدم فوقت بأسفاته على غيره يعني أن كثاثه من اللواغم بأسفاته بأسفاته خير واجد الوجود فإن كثاثه كثاثه توقف على غيره فالنظام خير تمجع الحياسين قال الله إذا كان حافظه متوقف على نفس اللغة لكن حياته واجد الوجود وسمه واجد الوجود وبطر واجد الوجود فتوقف على غيره وللا ما تبقى فإذا كان واجد الوجود لدي ما أنسحون السبب من كذلك واجب الوجود نعم فإذا جاد القبول وجد إذا جاد القبول ثبت فيواجب الوجود وجد أي وجد القبول وإذا جاد ووجود القبول وجد فإذا جاد القبول وإذا جاد ووجود القبول وبطر فإذا جد لا لكن بالنسبة دواجد الوجود إذا جاد القبول وجد وإذا جاد ووجود القبول وجد أين من جد وقد وزد هذا في مورع آخر وقد من وجوب افتصاده أي الخالق أو هو الموجود في ثبات الغمال التي لا نفط فيها بوجه من الوجود بالحقيقة أن السلام المعندس هذا الأخير في نوع من افتنافرتنا مع ما قبله وبهذا أنا أحبائي أن ننجد هذه المصدر وننجد هذه المصدر ونجد هذه المصدر لأنه كيف نحن نحن تناقض بما قبله ونقصل على قوله وهذا قائد التناقض والإفتصاد ثم نقول وكيل له أي الخالق وعلا لك لا أتغي أنك كده أتغي أنك كده يكين سيد وقيل له أيضا إذا لغلنا لمن ينزل اتفاق الله في الوجود والعدل ويقول لا موجود ولا معدل إذا رأيضا اتفاق أسميه في بعض الأثناء والصباح ليس هو التشفيه والتمثيل لمن فتر الأدلة التمعيات والعقية وإننا نفق ما يقتل مشتراته ما بين خطر القالب مما يقصد وجوبي أو جوابي أو خناه فلا يجوز أن يسرقه فيه غير مخلوق ولا يسرقه مخلوق في سر من خطرق اتفاق المثميين في الإثم لا يقصد كما ترون اتفاق أُنفر عليه قبل وذكرهم أن يحدعوا عن خطرق خطيرا فالإنسان تمير والله تمير شباً ورافق لكن الممكن هو أن يجعل المعنى الذي للإنسان مثل المعنى 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 ويقول ما يحتف بهذا مثل ما يحتف بهذا فيه المعنى وإنما نفق ما يتظم استرافه ما حين يحتف به الخالق لما يحتف به وجوده أو جوابه أو جوابه أو جوابه الحياة إن ينتبه الخالق واجبه واجبه وبنفس المحلوب جائب ليه بواجبه؟ حياة المحلوبة وععادة حدثت بعد العدم وكثورت أبالك هذا أتعر المكان فيما تعلم لكم سيئة فكثورت ليش؟ شكرا؟ صلحاً وتحفيماً 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 على الزخال يوني الذين واتحفوا تحفيماً كثميه كذلك تحفيماً وتحفيماً تحفيماً تميه على الزخال تنويه على الجحار الذين يبنون أن كل معنى سماه يسمى بهذا الاسم يجب نفسه ولو كان هذا لكان كل مصر يسمى الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس يكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل وبهذه الطريقة أكتبت الملاحظة على فوائف الناس عقلهم ودينهم أتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة والبغي الغري والضلالة وإن قال نصات الصفات الصفات العلم والصدرة والإرادة مستيثم فأجب الصفات وهذا تركيب منفنع قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وآكل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ ومنصد وليذ فليس الأقل ليس المفتوح من هذا هو المفتوح من هذا فهذه معانا متعددة متغايرة في العقل وهذا تركيب عندكم وأنتم تسجدونه وتسمونه توحيدا فهي قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا منفنعا قيل لهم واستطاب الزات بالصفات التازمة لها توحيد في الحقيقة وليس وتركيبا منفنعا وذلك أنه مرين عيوم في صريح العقول أنه ليس معنى تون الشيء عالما ومعنى تونه قادرا ولا نفت باته هو نفت كونه عالما قادرا فمن جوج أن تكون هذا الصفحي الموسوط فهو من أعلم الناس فالصفة ثم إنه متناقب فإنه من جوج ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا ويكون وجود واحدا جدعين لا بالنور وحينئذ فإن كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعلم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه ونفس وجود الأفجر القديم الضائم الباقي الذي لا يقبل الأدم وإذا قدر هذا يكون الوجود الواجب موصوفا بكل تشجيل ومسكيل وكل نفس وعيد وكل عيد كما يصدر بذلك أهل وجودة الوجود الذين طردوا هذه الأفجة الضائمة وحينئذ فتكون أفوال نفات السلاح قادرة على كل تطبيع وآذا خطلها كل لباد موظفا رحمة الله لا يسروا تركيبا هذه 3 آلوية منها إلى باست تسمعوه للفضل وهذا كان من طريق فإن كل واحد من المفاتل ما أكثر بالرسول من اكتفات لما أكثر بالرسول من اكتفات لا يمسي شيئا فرارا مما هو محضور إلا وقد أفتت ما ينظره فيه ربير ما فر منه ولا تفت في آخر الأمر من عسفة موجودة واجما قديما متصفا بسباط تمجزه عن غيره ولا يكون فيها مناطلا قلبه فيقال له هذا القول في جميع السباب وكل ما تفتت من الأسماء والسباط فلا تفت أن يدل على قدر المتواطر فيه المتخيات ولولا لا يكون نفسه وكل ما تفتت من الأسماء والسباط فلا تفت أن يدل على قدر فتواطأ فيه المسميات على قدر فتواطأ فيه المسميات ورودا ذلك لما كنا الضغار ولكن نعلم أن ما استطى الله منه ومساج عن صيحه أعظم مما يخطر بالبال أو يدوه في خيار أنه يدد على قدر لسحان فسبق لنا وعندقاء فتواطأ قائدين لأن الله فهذا لا يفق بنفس ولا يسباط وأن الذين قالوا هذا وعصلوا لقولهم لأن أن نفي النفي والإثبات فيما لا يقبل أمر ممكن نفي النفي والإثبات فيما لا يقبل أمر ممكن سنفي الجهد والعلم عن الزماد والسجار ومعكة وأنهم يجيبوا على ذلك بجوابين أحدهما أن هذا الذي قالوا لا ينفي في باب الوجود والعدل لأن تقابل الوجود والعدل ليس تقابل ملك وعدل ولكنه تقابل غلب وإجاب بمعنى أنه إذا ذل لأحدهما لابد من وجود الآخر وإذا أولد أحدهما لابد من انتفاع الآخر وجواب آخر قلنا له إذا قلتم إن الله تعالى لا يقبل أن يخطف بهذا الانتفاع فإن هذا أعظم مكناعا وأصدق الثابة إن إذا قلت إنه يقبل ولكنها لم تكن فيه فإن الله تعالى وقلناه وقلناه في مثل أن يقال الجبار لا يسمع والعقام لا يسمع وأن نفذ 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 عن الأقل أهول من نفذي عن الغذار لأنه معنى ذلك أن الأقل يمكن أن يكون أن يكون متفذة متفذة الآخر التي يكثث كمالا وأما جدار هذا يمكن أن يكون متفذة التي تكون متفذة الآخر التي يكثث كمالا وعلى هذا بإذا قلن أن الله تعالى ليس بقابل أن ينصر ذلك قلناه هذا أشده متناعاً وأشده أن أصدق من الله أعز وجل أنه لن يمكن أن يكون أداماً ماذا أعلم يقال أيضاً وبين أن ألف من السباح وهم شخصنا اتفاق المنين باجه لعرفة تجمع لما يحقق له كل واحد وضرب الإنسان محضرة في أول آذة الثالثة ثم قالنا لفحمه الله وعما ما نقيت من هنا نبتعظم وعما ما نقيت الرفع ثابت بالشرع والعالم وتثمية كذلك تسبيها ويسديما تمويهم على الجرحات يقارب لباطن ويقارب لغير عالم وعما ما نقيت يعني أيه المعطل أو أيه المعطل أيا كان نقيت سواء كان نقيت قلية أو نقيت جزئيا وسواء كان نقيت لما يمكن أو لما لا يمكن يقول فهو ثابت بالشرع والعقل أما تقول هذه الاتفاق بالشرع وهذه الاتفاق بالشرع فهذا الأكثر من أن يحفظ وما أكثر الأدن والدان على ذكوب أدن الله والعقل وعما تقول ذلك بالعقل فقد ثبق أن الأشعر يذكتون من الأشعر طبعا في العقل يوافقون على السنة وجماعة في ذلك وثبق أيضا أن أهل السنة وجماعة يذكتون من أفضل الأشعر في العقل أيضا فيقولون إن دلالة العقل على ما نفيتم أو على بعضه على الأقل أعظم من دلالة ما ذكرتم نعم مثل الرحمة والحكمة وما للدلالة يقول الظالث وَتَدْمِيَةُ كَذَارِكُ وَتَشْكِينَا وَتَكْسِينَا تُرْنِيهُمْ أَلَوْدُحَارِ يعني هون سهول الذي يذكت من الله سوى الأرش مجدد الذي يذكت أن لله يدى حصيرية ممثل نعم هذا الحقيقة إذا كان وجاد العالمين مشأنه جريبه صحيح فيموله عليه بهذا الكلام ولهذا لم يمثل أبعاد المنشوى عندهم إن الله منزهم عن الأغراض والأبعاد والأعراض أن يظهر هذا الكلام من كل رجل منزهم عن الأغراض والأبعاد والأعراض الأبعاد يريدون بذلك اليد والوجه والأين وما أشبه والأغراض بالغير يريدون بذلك نفي الحكمة نفي الحكمة عن الله والأعراض والأعراض جميع الزباء من المزوء والإطباع العرش والدحس والغدر والذيضا ومن هذه الأعراض تأكد وتدون والله جعل منزهم عن هذه الأشياء عندما يقرأ العالمين يقول هذا الكرام هذا هو الحكم هذا هو الحكم لكنهم تنمون تنمون الذين يظنون أن كل معنى سمناه نسمى بهذا الاسم يجب نأته الأغراض الأغراض والأغراض قالوا الذين يظنون أن كل معنى أن كل معنى نسمى بهذا الاسم نجيب لكم بهذا الاسم يشير إلى التنبيل والتسجين فهم يظنون إن كل معنى نسمى إنسان تنبيلا أرضنا ورحين وإنه يجبون ولو ساغ هذا لكان كل معذر يسمى الحق بأثناء 윈نفر عنها بعض الناس ليخذر الناس للحق المعلوم تنمون ننتجين للحق المعلوم فهم شيئ هذا عين لو جاد لو جاد من نقول كل شيء يخالف ما نرى نظمنا نبعي دخل كل واحد يقول أن نظر من هذا نعم؟ يظلوا قولهم في العين الآن أهل السنة وجماعة عند هذا التعطير يسمون يسمون مشبهة وأهل السنة وجماعة عند أهل التشفير يسمون معطلة يسمون معطلة معطلة من نصوف هو واجب الزاق النصوف على التشفير قال وبهذه الطريقة أصدد الملاحدة على صوائف الناد أقله وذينه أصدد إلى أعظم الطفل والجهالة وعدد العجي والدلالة بهذه الطريقة ما يعني بطريقة جماعة طريقة التنويق والددد وتشويل الحقائق أخذت الملاحدة على ما يتخولهم وأبيعون حتى طاوي متصفقين في الدين وفي العقيدة الكريمة وهذا لا يزال الآن لا يزال موجوداً للعمل وفي العقيدة للملاحدة حتى الآن المضارة مثلاً يشبهون عن المثلين لما يتعلق يحفن الزاق وكذلك الملاحدة كلهم يشبهون بمثل هذه الكميهات والإبارات التي يظنها الضامة الأخرى وإن طار نفاة السفاة إثبات العلم والقدرة والإراءة سلزم تعدد السفاة وعجوة وهذا تركيبه الممكنه ما هو أيضاً هذا طريقة آخر بنفاة السفاة الخريط الأول الذي ذكرت السفاة المعلقة أنه تشكيل وتنفيذ قبل الثاني يقولون إثبات العلم والقدرة والإرادة يعني وغير من السفاة مستلم تعدد السفاة أن يكون الموثوب له علم مستعد وخدرة وإرادة وسمع وظفر حيات ما أشتغل وهذا تركيب منتنع تركيب ما تبحيد يعني الآن الثلاث ثلاث 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 كل ثلاث ما الأخرى لموثوف و قالوا وهذا يستلزم تعدد الخدمات كناعا على أن تعدد السفاة يلزم منه تعدد الموثوب يلزم هذا أن تتعدد الآله وهذا رب السوفين يقوم عنه نقول لهم وإذا يقوم هو موضوع واجب يصفون الله بأنه موضوع ويصفون بأنه واجب الوضوع فذلك بعضهم يصف الله بأنه عاقل وعاقل ومعفوض يجبون الله عاقل يجبون الله عاقل هذا يروني أنه لدبر الخلق هو العقل فسأل ماذا لو الحالكتروني لأنه الحالكتروني ما رأل الله عاقل لكنه عندهم أن لدبر الخلق عاقل ويقوم أيضاً مع ذلك هو عاقل 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 ومعقول بالنسبة لغيره عاقل 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 معقول أردت هؤلاء فرفين دعنوا النجول عاشق ومعشوق وهؤلاء غراط الصوفية الذين يتبون الله العشق يقولون أنه عاشق يعني لأوليائك ومعشوق مين من أوليائك ولذيذ ومنفذ ولذ هذا هذا أيضاً عند عندها اكتار الصوفية لأن كمناة العشق واللذة وما إلى ذلك هذا من هؤلاء الصوفية لأولوث الملافع على موثوم بهذا الشخص يقول الشخص الآن نصول لكم إذا قلتم هذا أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا المفهوم من ما قلتم هو المفهوم من ما نفيتم بشي جواب نعم بلا جواب المفهوم من هذا عندما أبركتبكم أكتبكم واجب الوضوط من كونه موجوداً ماذا بعد؟ واجب الوضوط من كونه عقلاً وعاقلاً ومعفوط من كونه عاشقاً ومعشوراً من كونه لذيذاً ومع ذلك أنتم مفهومون بها والذي يفهم من هذا الذي لكرتم هو الذي يفهم منا دفرنا فإنسان ما ذكرهم حقاً لا يدفن الترتيب فما ذكرناهم هذلك وإنسان ما ذكرناهم مفهوم موجباً أو موجباً للترتيب ويقب حق فما ذكره عيوان موجب للترتيب ويقب حق فهذه معاني متعجبة متغايرة في العقل وهذا ترتيب عندكم وعنكم تثبتون وتصمونه ترتيباً في الحقيقة هذا تحصلني معلم ورد عليه بما يقولونه وما يفقلونه وبنسبة الرد المعقول للترتيب أن نكون من المعلوم أن نتعجب الصفاة ذات جدن الفرتيب ولا يستعجب ولا يستعجب فأنهم بأنفسهم نردد الواحد منكم بأنه حج وبأنه عاد وبأنه خادر وبأنه مفتر وبأنه صامد فهل نداتلنا لواحد منكم بهذه الطفاء يلزم أن يكون شخصاً مركباً من أشخاص أو لا؟ حقاً لا حقاً لا وهو واقع نعم؟ وإذا إذا كان فحج مش الشخصاً في المخلوق لا يلزم منه لأدل بالداء ورد فكي فجل خالق من ذلك أول وكل إنسان يعرف أن نفس الإنسان بأنه قويل أو قصير أو أكثر أو أكثر وبأنه قوي أو غير وقادر أو عاجل ومع ذلك لا يزم منه ولا تركيز هذا الجواب الذي كناه الأخير هذا جواب محفور ودخيص لكن هذا المؤلف عنه لماذا؟ ليقاطبه لما يثبثونهم فيقول أنتم الآن تثبثون بالخالق في ذات المجاعد ومع ذلك يسمونه؟ توحيداً لا تركيز فإن قالوا هذا توحيداً في الحقيقة وليس هذا تركيباً من ثماناً قلنا له وانتقاف الزات الاختباة اللازمة في ذها توحيداً في الحقيقة وليس هو تركيباً من ثماناً ألا تكلم؟ فجوابنا عليهم فجوابهم عليهم حولنا وذلك أنهم من المعلوم بطرق معفوض أنه ليس معنى فون الشيء عالماً هو معنى قوله قادر فأقولنا العالم مستقر بالعلم والقادر مستقر بالكتر وكم الإنسان قادر وهو جاهز وكم الإنسان عالم وهو عالم وأيضاً ولا نفس ولا نفس ذاته هو نفس قوله عالماً قادراً صحيح لأن قوله عالماً قادراً حالاً حالاً دائدة على الداخل قوله لا إذناء 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 أي إذناء إذناء وكذلك إذناء حالاً إذناء حالاً إذا قلنا عالم فهذه ذاك قاضي هذه ذاك جميع هذه ذاك عليم نعم تطير هذه ذاك إذا وقفنا الحالق بأرض كم يصنع واحدة حربا فهذه الحالق الذي قالوه أشبت أنه قاضي ولا أحد يمكن وهو كما قال نعلم تسقط إنسان بالحقائق المعلومة بالحق طيب يقل ثم إنهم متناقض فإنهم متناقض ذلك جاد أن يكون وجود هذا هو وجود هذا يعني هو متناقض أن يقول إن السفر هي المرفوح متناقض طيب ذلك يقول فإنهم يجوز ذلك أي جوز أن تكون السفر هي المرفوح جاد أن يكون وجود هذا في العين لا بالنور صحيح جلزاً إذا إدعى أن السفر عين الموجودة أن يكون وجود خلان هو وجود خلان وجود خلان هو وجود خلان وجود خلان هو وجود خلان أرض انتبال جماعة إذا جوز أن تكون اختفق حين الموجودة أستجمعوني جوز أن أن اختفق بالنسبة للموجوداتها ثقة واحدة أن اختفق ثقة واحدة وجود خلان ماذا كانت بالموجودين فيكون وجود هذا الشخص هو وجود هذا الشخص بل وجود الخالد هو وجود المحلول طيب وإذا قلنا إن السفر هي الموجود وقلنا إن وجود هذا هو وجود هذا لن نكون عين هذا هو عين هذا فيكون الموجود واحداً بالعين لا بالنور واحداً بالعين لا بالنور يعني فأنا أنا أنت وأنت فأنا نعم وفاحب الحمار هو الحمار وفاحب الحمار نعم نعم لأن هذا نحب في أهل الوحدة الوجود أهل الوحدة الوجود هذا مدهب يقول لنا الخالق والمخلوق سيء واحد والذكر والإنتا شيء واحد والحيوان الدين والإنسان شيء واحد لاحظي أني على الحق العقول يا مستفاة إلا بحقي المهم أننا نكون لهذا لهذا بهذا قدر أن يجعل أن تكون الصفة هي عين المنصور يقول إذا تقول فتعرابة لدي أن تجعل وجود هذا السيء هو وجود هذا السيء وإذا جاءت وجود هذا السيء هو وجود هذا السيء هو عين السيء وإذا جاءت أن يكون عين هذا السيء هو عين السيء فيقوم المنصور الواحد للعين لا دون نوع من المنصور الواحد للعين والواحد للنوع الواحد للنوع مثل الآدم نوع من المنصور لا يمكن أن تكون واحدين للنوع أو لا يمكن بالنسبة بالنسبة لأنواع الأخرى هو دون انواحد آدم ولكنه مثال بعيد ولكنه مثال فقرة ولكنه غاضع طائب وغاضب لكن الواقع بالعيد ان تكون المخلوقات كلها الواقع بالعيد لا ينكون عاد بلد على رأي مان على رأي وقت الوجود مع مرهد يكون مالي وحين يجب فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواقع كان وجود كل مخلوق يعدى لعدى من وجوده ويوزد بعد عدمه وقامنا عن نفس الواقع إذا كان الوجود المملكين هو يوجد الواجد الممكن عنده المخلوق والواجد الخالق إذا قلنا إن الوجود سينواقع وأنه يرد من جاته اتحاد الوجود اتحاد الوجود بعيد بعيد مستدد كان وجود الواقع كان وجود كل محلوق سينواقع 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 كان وجود كل محلوق يعدى بعيد 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 كانوا الوجود محلوقين بعيد 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 ونهار ويوجد أي وجوده بعد عدميه هو نفس وجود الخاصة للحق القديم الضائم الضاحي الذي باحل بعد عدميه ويوجد بعد عدميه بعد عدميه الآن وصلنا إلى أن العدود والمثل من المثل من المثل والواجد صار من كل الإنسان بعد عدميه ثابتاً لأن الواجد هو الخالق لا يعدمه وكان وجود الإنسان حتى أن يوجد ثابتاً ثابتاً ما كان بنا نقول إن الوجود شريف واحد موجود شريف واحد لأننا نقول الإنسان معزوناً موجوداً قبل أن نوجود وموجوداً بعد أن بعد أن نوجود لأننا نقول إن حفة الوجود والموجود سنواحد بالعين داب النوع وعليه الوجود الله هو وجود المخلوق ووجود مخلوق ووجود الله فيلزم من ذلك أن يكون المخلوق موجوداً وهو معدوث وهو معدوثاً هذا بشكل موجوداً قالوا نواجد وإذا قدر هذا كان الوجود مواجد منصوفاً بكل تسكين وفكين أو كل نقص وكل عيد وهذا واجد إذا قدر هذا كان الواجد والله هو الوجود موصوفاً لكل تشميل وتشميل لأن الجعال وجود الحالق هو وجود المخلوق وجعالها الحالق هو المخلوق وهذا تشميل لله وعلم تشميل وأعلم تشميل وأعلم تشميل وأعلم نقص أيضاً لأنه وجود الله يجعلونه الخالق هو نفس الجباب والحميد والخنذير والذيئات واستباع وأيض وهذا لا شك أنه من أعظم ما يكون لتنفسه في الخالق والغريب الأولى يليدون أن يبروا من 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 التشميل ويحاول أنه أطلع جراباً منه قالت لما يصدق بذلك أهل وحدة الوجوه الذين طردوا هذا الأفضل الثالث وحينئذ فتكون أطلع من ذات السباة تاطبه أرتب تحديده وصحيح مهما كانت مهما تحاولوا فأطالعه تاطبه فأصلات هذه الفقرة أنها تعود إلى أي شيء إذا اضطار قوله لأنك عدد السباة يلز منه فتعدد الموثور والفرتيج وهذا مخالف للطور أجاب أن نؤلف بجوابه الجواب الأول أنكم أنتم تقولون بتعدد الاختبار فتكون واجب واجب الوجود وتقولون أنه عاق وعاقل ومعقوب وتقولون أنه عاشق ومعشور وأنه لليل وذكة ممتد فهذه كلها وأنه لليل وذكة ممتد وأنه لليل وذكة ممتد وأنه لليل وذكة ممتد ويقولون بذا قلتم إن الصفة هي عين الموثور وأنه يجب من تعدد الصفة تعدد الموثور فقولون هذا قولين مصالفين لجميع مشكلة كل ما يعرفم أن السفة ليست العالم المنظم للغاية كل ما يعرفم العلم ليست للعالم لكن الإنسان يعرف أن العالم ليس هو الزاد لأن العالم من fund ذلك وعن جميل أخوة ذلك لازم أن تجعل الوجود فلان هو وجود فلان ثم ننتقل إذا كانت التجاهي الموكوب لازم أن يكون فلان هو فلان وحين لذن نرتف يكون المفجود هو عين البعض وبهذا نصل إلى قول بوقت الوجود إلى قول بوقت الوجود ونصل أيضا إلى أن نقف الله بكل تشكيل وتشكيل ونقف وعين طيب هذا جواب الذين يقولون إنه يلزم من فأكل الصباح القصير والمستقبل قال وهذا باب مفترض فإن كل واحد من المفاتلة من المفاتل ما أكثر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصباح لا ينفي سوى انقرارا مما هو مفتول إلا وقد أكثر ما تسل ما يضمن فيه نظير ما فرقه فلا بد في آخر الأمر من أن يؤكس موجوداً واجباً قديماً مبتكباً بقسات تميزه عن غيره ولا يكون فيها منافر للفرقه قول فلا بد في آخر الأمر في آخر الأمر من المفاتل هل هذا هو الواقف؟ لأنهم يشكدون هذا بعد أن نناظره؟ لا لكنه لابد أن يثبت من حيث الفجة القائمة عليه لابد أن يثبت من حيث الفجة القائمة عليه أما أن ينقابلوا على الفجة فهذا عمر دونه خط قتال ما ينجي يعني هم ناظروا على باطلهم فقوم الله رحمه الله فلا بد في آخر الأمر حسناً كنت متبارح؟ كنت متبارحة ذلك الفجة لعريق لا بد أن يشكد موجوداً مستقبل بإخبار متميزه من غيره لكن حقيقةً أن ذلك لن يكون فما جالت هذه الأقوال موجودة إلى الآن وما جال لها نتنفسون بها فقال سيطال لهذه هاتف القول في جميع الصفات وكل ما أثبته من الأسماء والصفات وكل ما تثبته أما تثبته ما تثبته من الأسماء والصفات فلا جد أن ندل على قدر تتواضع فيه المسميات ولولا ذلك دمى كل ما ارتفاع دمى كل ما ارتفع من الأسماء والصفات فلا بد من قدر مشترك تتواضع فيه المسميات يعني ما ذلك كامل الثامن الله ثامنه والإنسان قولا لا لا بد من قدر مشترك بين ثمن خالق وثمن محلول مش الثمن مدرس اه مشترك هو إدراك إدراك المسموه لكن هل إدراك المسموه في نسل القالح في إدراك المسموه في نسل محلول لا لا في ذلك فلا بد أن يكون هناك ثمين بكل ما يفعال معنى همي لولا ذلك لما يكون لما ارتفاع يعني دورا أن هناك فجأة مشتركة بين اكتفاة تتواضع فيه ولكن تستطرق لطرة بما يستموه فيه لولا هذا ما هو المتفاة أرأيتم لو قلت الحمال لله تمعا ولكنه ليس فيه إدراك الشيس هل ممكن لنا تعمل ما يمش في الجهنة نقر ورماء وفاكرة وما إلى ذلك اتيار نعم هل هذا النقر والرماء والفاكرة فيه قدر مشترك بينه وبينما في الدنيا ها 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 لكن فيه قدر مشترك لولا القدر مشترك فالليلين هذا وهذا ما أخذناه عبد الله كما ندرسة الناس ولا ندرسة الناس نعم لكن حقائق ذات لا تشترك حقائق ما في الدنيا لا تشترك حقائقها لأنه لا يقول ذلك على مناس بما أفضي ربين ونطغر بأعين جزان لما كان يمرون بالمعنى الأعام بالمعنى الأعام لا بالمعنى الأعام حتى الهيئة رضا ما يكون الهيئة قطط فيه فما نجد الآن غنان وبرتقال مختلف كلهم يسمى واحدة تتنقل بالمعنى القدر المشترك المعنى الأعام الآن قضية 800 أبدا أبدا واللي يقول الإنسان حيوان الماضي ماضي الحيوانية ما يمتلك المعنى الأعام يشترك له الإنسان والجمال ولا لا والذئ والذئ والشات المعنى الأعام الحيوان الحيوانية أيضا وليس الفتر فقط هو بالنسب كما يكون منافقة بل نقول الفتر بنفس النوعية حيوانية الإنسان ليس في حيوانية غيره وحيوانية من خلقه الله بيده أو يلبي اتبال عبده لا يمكن أن تكون مغبأ حيوانية مخلوطة بالكلمة نعم قال ولكن ولكن نعلم أن نمتصل الله به ومن ينزاد به عن خلقه أعلم مما يفكر بالغال أو يدور بالخلاف مما يفكر بالغال أو يدور بالخلاف مما يفكر بالغال أو يدور بالخلاف لكن تفكر بالغالب أن يفكر بالغال وكل ذلك تلقى درب والزمع والبسر واليدي والوجه والعين 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 طويلا كل هين خرق الجهة في العقل معناه لكن تفكره وكذباً نعم الطرد معناه هكذا الطرد إن نجعينا الجهة الجهة واحدة وكوف المسك هذا الطرد ما يفكره هذا الطرد يجعل معنا الطالد هي ألمة يعني مثلاً ولهذا الطرد الخاصلية يا ألمة يا ألمة مأبوغة موطوبة تبدل بالغقول والعزان مش معنى مأبوغة موطوبة يعني هم يقول إن زوجك الإسلام هي أبوغة أبوغة موطوبة يعني كنشي هو الله ورأي أنه كل شيء موطوبة الباط الله والمروحة الله نعم والسقف الله نعم كل شيء هو الله ولهذا يقول من العرب يا خبيل يقول ما في جبه إلا الباط هو في جبه هو ما في جبه إلا دور نعم لماذا يرى أنه أنه أبوغة في الوحدة نعم تبين بعض ورأي خاطب الله نعم 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 ها عن المانوان لما هنجم طيب القول في الصفات القول في الذات فإن الله لا يتكلمني شيء ما في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فإذا كان له ذات الحقيقية لا تماغل الدوار والذات المتصفة في الصفات الحقيقية لا تماغل ذات الصفات فإذا قال كيف استواع على الأرض قيل له كما قال ربيعة الممال فغيرهما رضي الله عنه الاستواع معلوم وكيف نجهور والإمان به واجب والسؤال عن كيفية بداف لأن السؤال العلم على أعلم البشر فلا ينقلنا الإجابة عنه وكذلك إذا قال كيف ينز ربنا إلى استماع الدنيا قيل له كيف هو فإذا قال لا أعلم كيف ينف قيل له ونحن لا أعلم كيفية نجوم إذا العلم كيفية الصفات فستلزم العلم كيفية موصول فهو فرعا له وثانعا له قيلة طالبه بالعلم بكيفية فعه وبصره وتكليمه واستواره ونزوله وأنت لا تهم كيفية ذات وإذا كنت يتقرر معنا خلقك من نفس الأمر توجب على صفات الكمال لا يمادره على شيء تسمحه وبصره هو خلابه ونزوله هو استوام ثابته في نفس الأمر ومتصبه بصفات الكمال التي لا يخابهه فيها سنة المخلقين وبصرهم وخلابهم ونزوله من استوامه فهذا كلام لازم الله في العقليات وفي تأويل السمعيات لأن من أنزل حيام ونزول حيام من العقل إذا أعزم في منفاهم الصفات لا عندنا حينا إنه مجدونا إنه مجدونا إنه مجدونا من أسفات تقول طيب إذا منزل عندكم إذا أعزم في منفاهم الصفات الذي جاء بين كتاب والسنة العظيمة ما يزوله فيه مجدونا أفتك فلو طولد منفاهم بين مجدونا أفتك ولهذا لا يوجد إخوات بعض إخوات لبعض الذين يجبون فيما نقوم إما التفويل وإما التهويل المخارف المختبى الله قانون المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم بعض ما سبق من إجابات المعلّف على كل الأقسام الثلاث وهم الذين يثبتون بعض الصفاء ويمكنون بعضا ويثبتون جميع الأسماء وهؤلاء من اللي يثبتون جميع الأسماء وبعض الصفاء دون بعض على الجائز وكذلك أيضا أجاب عن الذين يثبتون الأسماء دون الصفاء وهم جذبا وأجاب عن الذين يمكنوا الأسماء والصفاء ويثبتون أن نقضين وهؤلاء هؤلاء أجاب عن هؤلاء كلها بإجابات لا يمكن أن تخلص منها لهؤلاء وكل هذا تابع للأصل الأول وهو أن القول في بعض الصفاء القول في بعض قال وهذا يتبين بالأصل الثاني وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يكال القول في الاستثار القول في الاستثار كالقول في التذم وهذا يتبين بالأصل الثاني وهذا يتبين بالأصل الثاني هذا قبل النوع يمكن لدي بالعنوان المختصة الشيء الذي عندي وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الثاني فإن الله لا تقوم بلي شيء وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الثاني وهذا الإنشار إليه الأصل الأول وهو أن يقال بالأصل الثاني كالقول في الثاني يتبين أيضا ويقتضح بشيء آخر وهو أن القول في الثاني كالقول في الثاني كالقول في الثاني كالقول في الثاني كيف القول في الصفات كالقول في الثاني يعني أننا نقول في الصفات كما يقول هؤلاء في الثاني فإن الله ليس كمن ذي شيء لا في ذاتي ولا في صفاتي ولا في أفعالي مسلم هذا ولا لا ليس كمثي شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا أحد يشابه الله في شيء من ذلك والحمد لله في هذا ظاهر من يستطيع أن يخلق شمسا أو قمرا أو نجما أو دبابا أو ضعوبة لا أحد يستطيع هذا من أفعال الله لا أحد يستطيع من يستطيع أن يقول للشيح كنت يكون لا أحد يستطيع إذاً هذه من صفات الله وذات الله تعالى أعظم من أن نحضبها فليس كم نزقي شيء فإذا كان له ذات حقيقية لا تناثل الضوات فالذات متصبة للصفات الحقيقية لا تناثل الصفات وابح حقيقة نقول لهذا الممكن للصفات أتذبت لله ذاتا فيقول لا سيقول نعم ولا لا ولا نعم لو قيل له أتذبت لله ذاتا سيقول نعم لا يمكن يقول لا لو قال لا لكفر وصرح بقرية نعنى فالخالق وضير بإله ذاتا نقول له هل هذه الداخل التي أتذبت هذه الله تشكه روات المسلقين سيقول لا ليحذن وإنما فر من الصفات حوفا من من التشفير التمسيق فسيقول لا لا تشكر لا تشكر ذات مخلوقين نقول له القول في الصفات فالقول في ذات إذا فلله يرتفع لا تشكر صفات مخلوقين ولهذا يقول فإذا كان له ذات حقيقة لا تناسب الهدوات فالذات مفتصبة في صفات حقيقة لا تناسب السائر الصفات ورح طيب مجينا في شيئ أكدتنا صفات لكن هل نثبت كيفية الصفات لا لا أيضا ما نثبت كيفا لهذه الصفات ولهذا قال فإذا قال السائل كيف السواع على الأرض الآن الذي يقول كيف السواع مسبت للإستواء لكن يسأل عن أي شيء عن الكيفية كيف السواع فإننا نقول له كما قال ربيع ومالك وغيرهما رب الله عنهم الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية البدعة معنى الطبيعة الشيخ مالك الشيخ مالك طبيعة عبد الرحمن هنا هو شيخه ونقول الاستواء معلوم الاستواء معلوم كيف معلوم من أي شيء من حيث المعنى من حيث المعنى معلوم استواف اللغة العربية تأتي بمعنى على وارتف وبمعنى استقرب بمعنى استقرب قال الله سبحانه فإذا استويت أنت ومن ورأت على الكل سأقول الحمد لله الذين اتجاب استويت يعني علوت واستقرب وقالت وقالت تستو على ظهوره ثم تذكر نعم رب بطر مش ما استدو عليها فعلوا وستقروا عليها وقالت تعال وستويت على الجودي جاني وتقرف عليه صاعد وارتفع وعلى معنى هو واحد ولهذا حدثنا صاعد وارتفع نعم في قصة عند السلاح في أرباط معاني ارتفع وصاعد وعلى واستقرب لكن صاعد وستفع وعلى ما ينوى فنكتبيج العلوم الذي هو معنى على فنقول على واستقرب معنى استوى على واستقرب طيب إذن الاسسوى معلوم من أي وشاء معلوم من حيث المعنى لأن معناه العلوم والاستقرار كل ما رأيت استوى كلها العربية معداتا بعلى فإنما معناها العلوم والاستقرار ولا تاتي بغير ألمان وقلنا له الكيف مجهول ما هو الكيف معدوم الكيف مجهول يعني له كيفية لكنها مجهول إذن ما نفي كيف السوء واللطة المشهول الكيف غير معقول غير معقول وهو أبلغ من مجهول لكن كان المهلب نقله بالمعنى أو إن هذه المروع عنها مجهول ونمالك في المروع أغير ما يعني أنه لا يمكن أن يعقل ويضيف أولاك نعم كما أن السرع لم يأتي به أيضا الإيمان ونمالك ونمالك لأنه جاف بالله وأجمع تعليق الأمة ويجب المنبي والسؤال عن كيفية بدعة طيب لماذا لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنه الإجابة عنه هذا التعليم من المؤلف فيه نظر حقيقة السؤال عنه بدعة ما نقول لأنه لا يمكن أن سرده ولا يمكن يعلمه البشر لأن هذا التعليم يقتضي أن يكون الجواب والسؤال عنه تكلف سؤال عنه تكلف محاولة المحاولة لأنه لا يمكن يعلمه البشر لكن يقول السؤال عنه بدعة لأنه لم يفعل عنه الصحابة والثلاث الصاف هل سأل الصحابة هل سأل هذا هذا السؤال سأل الله صلى الله وسلم لا إذن لو كان هذا من الدين لكان يسأل عنه أو يبيت الساب الله وسن فرسوله فلما لم يريد فيانه ولا فيكتاب ولا فيكتاب ولا فيكتاب لماذا لماذا لأنه لا يعلمه البشر ولا يمكنه الإحاطة به اللقنان إذا فعندنا الأمران السؤال عنه بدعة ما نعلله بأنه لا يمكن الإحاطة الآن صار الاستواء معلوس عنه النعم والكيف مجهول والإيمان به واجد والسؤال عنه بدعة يعني عن كثية بدعة كما قال سيد رحمه الله وكذلك إذا قال لك كيف ينزل ربنا إلى السماع الدنيا قيل له كيف هو إذا قال لا أعلم كيفية قيل له ونحن لا نعلم كيفية منزوله هذا إذن جواب المنزل من أرض إذا قال لك كيف نزول الله للسماع الدنيا بالأول أتى بالكلام مالك كيف مجهول هنا أتى بإنزام الحصن نقول له كيف هو بذاته كيف يقول بغمان مكيفية نقول له إذا كنت لا تعلم مكيفية فكذلك أيضا لا تعلم كيف نزوله لا تعلم نزوله ولهذا قيل له ونحن لا نعلم سيفية نزوله بدل العلم بكيفية السفة يستلهم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع وتابع الله صحيحة أو لا لا ها ها فندي وفرع ما أخذ أرواه ما أخذ أرواه ما أخذ ها 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 وفرع الله وتابع لنا ها هذا هذا الناس الذي ينفي اتثاث بحجر التسبيل وإذا نقول له العلم بالسفة مش يستلهم العلم بالموصوف لأنك إذا علمت السفة وهي صفة المشخ مثلا يستلهم أن تعلم الموصوف لأن الموصوف عبارة عن عين مستصفة بسفة فإذا علمت هذه السفات لازم من ذلك أن تعلم العين المستصفة بها أو الذات المستصفة بها فما دامت الذات لا يمكن العلم بها فكذلك اتثاث لا يمكن العلم به لأننا لو فرضنا العلم علمنا بسبب الله أو بكيفية كيفية الاستثاث لازم من ذلك أن نعلم هذا الموصوف نعم يقول فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعي وبصري وتكليمي واكتوائي ونزولك وأنت لا تعلم كيفية الثاف صحيح هذا ظلم وحيث قال ونيقول لازم متعلم كيف ينجئ كيف استوى كيف يتكلم كيف يقال وهو بنفس لو سمع في يتكلم شغول يقول لها فكيف تطالبنا نفسه بالعلم بكيفية السفاة لو ألمنا كيفية السفاة بجم لذلك أن نعلم كيفية كيفية وهذا الخير عندكم مستحية طيب نقول وهذا السلام لازم الله سلاح وفي فأوي خمي هذا من صلو واضح السلام عن مقول الغول في السفاة الغول في السفاة فما دام هذا ما في للسفاة يثبت لله ذاتا حقيقة ويقول إن هذه الزاة لا تشبت الزاة المحلوطين نقول خلق فالكثبت لله سفاة حقيقة نعم نكملوها لا تشبع سفاة المحلوطين لأن القول سفاة الغلو في السفاة وتما إننا لا نعلم محلاثة كيفية يعني لأننا لا نعلم كيفية السفاة لأننا لو علمنا كيفية السفاة لازم أن نعلم كيفية ذاته لأن السفا سابعة بالموصول طيب يقول هذا هذا كلام لازم لهم في العقليات وفي تأييل السمعيات سبقا قلنا إن السمعيات هي إكتاب والصنع والعقليات هي ما يحصل في الأحر الأمور النظريات هاي العقليات فلازم لهم في النظريات ولازم لهم أيضا في تأويل السمعيات حيث قالوا مثلا المراد في اليد القطرة نقول ما أزمكم في اليد يرجمكم في القدرة نعم ما أزمكم في اليد هم يقولون اليد الحقيقي ما يمكن لما الله يقصد تشبيه نقول هايضا القدرة الحقيقية يقصد التشبيه دعني إنسان له قدرة إنسان له قدرة له قوة له نعمة نعم وهي ستقول الذي أعلم الله عليه وأنعنت عليه فإذا إذا أولتم لازمكم فيما أولتم نظير ما يظمكم فيما نفيتم من الحقيقة كذلك أيضا في العقلية يأتمر علينا أنهم إذا أثبتوا الإرادة نشوف هذا طريقة أثبات الإرادة في العقل ما التصديق ما إذا قالوا أن تصديق هذا الشيء بما يخص به جريعة الإرادة نقول لهم وما بناء من النعم ونجد على المقام جليل المشعرين على الرحمة التي أنتم تنكرون خلوكم ما هو لازم لهم في العقليات ومثال لازموا في العقليات ما تبق كذلك أيضا في تأويل التمعية أنا أضرب لكم لهم مثلا في العقليات قالوا إن العقل في الإرادة دل على التصديق بأي طريق بالتخطيق يعني كون لا يخص تجل هذا حارا وهذا ضاربا وهذا مذيئا وهذا مظلما إلى آخره هذا الدنيا على إيش على الإرادة إن له إرادة تجعل هذا على هذا الوضع وهذا على هذا الوضع وهذا هو للم وسبب قلنا نحن أيضا نثبت الرحمة بطريق العقل كيف ذلك كيف ذلك؟ نعم ذات رحمة بطريقة نبع العباد والإحسان إليهم ودفع الضرر عنهم يدل على رحمتنا أجل من دلال التصديق على الإرادة مفهوم؟ طيب يزمهم أيضا في التمعيات كيف؟ في تأويل التمعيات يقول مال تأويل التمعيات يقولون المراد باليد الحوة ليس ما تسجد الله الحقيقية؟ قال لي أنه فيش بزيادة حقيقية سبعته بنا بالمحلول نقول يلزمك هذا في تأوينك أيضا ماذا تأويله؟ اليد بالقوة ماذا؟ أو بالقزرة نقول أيضا المحلوف له قوة وله قزرة يقول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من بعض من مجال من بعض من قوة وقال سعيد وزادكم قوة يعلزكم قوة إلى قوت فالإنسان أيضا قوة يلزمك فيما قل نضير ما يلزمك فيما نفعل وأرهل إلى الله كذلك الذي ينكر الطفاة كلها كلها يلزمه أيضا في الدات في إقباط الدات ما يلزمه في إقباط الضفاف فإما أن ينفي الدات كما نفил الضفاف وإما أن يقب في الضفاف كما أقر بالدات واضح اجمال واضح وترى هذا يعني لا تتؤمن هذا بس من جادلة كلامية او عقلية هي من حقيقة عقيدة يعني يجب علينا ان نؤمن عقيدة مطمئنين إليها وشوفهم بإثبات الذات لله وإثبات جميع ما تبدلون الصفات على انه حقيقة وهذا لا ينؤمن شيء أبدا حتى الاشياء التي تتاكين ان شاء الله انتباب الناس قمع انها تأويل وخيرت بتأويل فالذين يؤمنون وما اتاني يمشي يأتيتو هر ولا هم استدار ويجب علينا نسبة هذا الشيء على الحقيقة وان الله يأتي هر ولا هم ولكن هل نحن نعرف قوة الله؟ ما نعرف فعندنا نصفت هذا هذا الطريق اضطرحت من جميع التأويلات من جميع التأويلات إلا شيء أن ينكره الواقع مثل ما ورد الحجر فالتو المؤلف أن من استلمه فكأنما هذا معلوم أنه ليس المقصود بهذا أن الحجر هو لد الله لا يمكن هذا بش السبب؟ الحجر من الأرض مصنوع موضوع لا يمكن أن يكون هذا وهذا الشيء معلوم لأن الحجر يمنع نعم؟ نعم؟ أقول فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل أُنذِم فيما نفاه أُنذِم فيما نفاه من السفات التي جاء بأكتب والسنة نظير ما يلزمه فيما أكتب ولو تولد بالفرق بالفرق بين المحتور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا ولهذا لا يوجد لنفاه بعض السفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إن التفويل وإن التأويل المخالف لمقصد الله فيوجد له قانون سليم قانون بمعنى قائدة هذا إعادة لبعض الكلام أنا أعدت الفعل لبعض الكلام ولهذا لا يوجد أنا أجدكم لا يوجد القانون على أن تعرفون أن القانون هذه نائف فاعد يوتر وإعادة العامل للبعض بينه وبين المعمول هذه واردة في القرآن لا تحسب أن الذين يفرحون بما أثر ويحبون أن يحمدوا بما لما يفعلوا ويشكذا فلا تحتفلنهم بمفادة من العباد المعنى لا تحتفلنهم بمفادة لكن أريد العامل نسمي أجلوه لبعده لأنه ربما إلى أربعامل ما تجدوش متعلق هذا الشيء فيناس أنا كل حال أنا أعدتها لا بأس طيب هي مقفولة لكننا أعدنا هذا لأجلوه لأجلوه أن تعرف أن كلمة قانون مستقيم هي نائف فاعل لا يوجد وما هو قانون مستقيم؟ القانون معناه القاعدة التي ترجعوا إليه ومنه القوانين الربعية بسمنا القوانين هي قواعد يرجعون إله في الحكام فالحاصل إن المراد أن الذين ينكون بعض الثلاث ويكون بعضا ليس لهم قانون مستقيم يعني قادم مستقيم فإذا قيل لهم لماذا تأولتم هذا وأفراثم هذا فالسؤال فيهم واحد لم يكن لهم جواب صحي فهذا تناقضهم في النفذ وكذا تناقضهم في الإثبات طيب فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا طرقوا النصوص عن المعنى الذي هم في طاهر معنى الآخر لازمهم في معنى المصوص إليه ما كان يزمهم في المعنى المصوص عنه فإذا قال قائل تأوين محبته ورضاه وغضبه 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 وسقطه هو إراجته للتواب والعقاد كان ما يلزم في الإراجة نظير ما يزمه في الحب والمقد نظير ما يزمه في الحب والنقد والرضاء والتفض وروا فاستر ذلك بمسؤولاته وهما يخلقوا من الثواب والعقاد فإنه يزمه في نظير ما فر منه فإن له فعل لا بد أن يكون أولا بالفاعل ولا بالفعل بالفاعل 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 والقواب والعقاب المقروح إنما يكون على ما فعل ما يحبه ها إنما يكون على تعدي على تعدي بالفاعل بالفاعل على فعل ما يحبه هو يسقطه ويبغضه المصيب ويبغضه المصيب المعاقب أظن هذا واضح مواضح طيب هو نفس اللي قلنا لكم قبل قريب ونفسه هم يبا قالوا إنك تلا نفس المحبة ولا البورس نعم وإنما نفسر ذلك بالإرادة بإرادة الثواب أو العقاد لذلك قالوا الوالله نقول ألزمكم في الإرادة نظير ما يزمكم في إثاث الكب والبُغ فأنتم إذا كوت PRESIDENT أن إثاث الكب والبُغ لله يقضي المماذج لأن الجب والبُغ من صفات المخلوقين كلا لهم والإرادة من صفات المخلوقين فيلذم بإثاث الإرادة هو الشي أدمهم إثاث المشابة إثاث المشابة لأنه إذا قالوا إن إثبات المحطة المغالب الآن ينقذهم بالإثبات يقولهم إذا دعانوا أن إثبات المحطة يقتضي المماثر فكذلك إثبات الإرادة يقتضي المماثر وأنتم مسكتون بالإرادة فيلزموا على رأيكم إثبات لا يحتوي ماذا نحن نتحدث بالنسبة الآن يلزموا على رأيكم إثبات التمثيل يلزم على رأيكم إثبات التمثيل أظنكم الآن لأنه أنا أبلزمهم بما نفعوا أبلزمهم فيما أقضوا بشيء وكما بالإثبات الآن أنا أبلزمهم بالنسبة فيما أثبتون نعم لكن على رأيكم شبالعاني بنتكلم ما مبلغ إثبات المحطة لأنه الآن ما نتكلم من الإثبات المحطة نتكلم بجلزامهم فيما أقضوا به بجلزامهم فيما أقضوا به نظير ما يلزمهم فيما أقضوا نقولهم الآن أنتم تقولون أن الله ما هو بيحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يغضب لماذا؟ كيف ذلك؟ ذلك لأن الذي يحب ويرضب ويضخط ويغضب هو المخلوق نقول لهم هذا الكلام ليس بالطريقة لأننا أن يقول محبة الخالق تريح به وكذلك غلقه يريح به كم مراتين واضح؟ لكن يلزم على كلامكم أيضا أن تجعلوا لله مثيلا كيف؟ لأنكم قلتم إن الله يريد إن الله يريد قل الله نقول لكم والإنسان أيضا يريد كما قال الله تعالى تريد مما عرض الدنيا والله يريد الأخرى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخرى فيلزم على قولكم ايش أزم على قولكم إثبات التمثيل كما تعمل أليس كذلك؟ طيب إذا انفقوا عن هذا قالوا إذا نفسر المحبة والعراوة والبغض بما ينتج عن ذلك من الثواب والعقاب والثواب والعقاب مفعول مفعول لله يعني يفسرون المحبة بالمفروض ما هو بالإرادة انتقلوا يعني إذا انتقلوا من الإرادة وقالوا دعوا الإرادة وقالوا المحبة الثواب والمراض بالبغض العقاب الثواب والعقاب الثواب والعقاب مفعول مفعول الثواب والعقاب مفعول 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 لأن الثواب إنسان عمل عندي عمل بحشرة اليلات وعضيته حشرة اليلات هذا الثواب هم من سفاتي ولا لا لا الإثابة من سفاتي لكن نفس الثواب مفعول لي ولكن من فعلا دراهم عطيته هي أوراة لو كان هذا من سفاتي من سفاتي هذا ما هو مفعول هذا ليه؟ هذا الثواب شيء دائم مفعول يقولون نحن نفسر المحبة بالثواب والغضب بالعقاب لماذا؟ لأجل أن ينفسروا عما ألزمناهم به يعني قلنا لهم أنتم الآن إذا فكرتم بالإرادة وقادم بالتسليم قالوا لا ننتقل عن هذا التسليم ونفسروا بعي شيء بالثواب والعقاب وأظنوا فمقراتهم به تجللين بقولوا يحبوا ما يحبونه قالوا يتيبهم يتيبهم فتروا ما حدى بعي شيء بالثواب سرارا من أنه لو قالوا يريدوا ثوابهم لا ألزم بالإرادة أن يكون ممثل قالوا هذين تخلي أن يحبى ثوابهم والثواب مفعول دائم لا تمثل بالله المؤلف رب عليه قال يقول ولو فسر ذلك بمسؤولاته وهو ما يخلطه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه ولو فسر فسر من؟ المؤول فسر ذلك بمسؤولاته ورغم ما يخلطه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه فيه يلزمه ها؟ ماذا يلزمه؟ أرجو واحد يلزمه؟ طيب في ذلك مضير ما فرمي طيب ٢ فانه يلزمه في ذلك فإنه يلزمه في ذلك مضير ما فرن في ذلك ا شو disso؟ اي في ذلك التفسير إيش أي التفسير? تفسير هذه يلزمه ٧nehmen site م pengho得ات وينجزمه نظير ما فرمي فإن الزعب لا بد أن يقوم أولا بالفاعل سهولة الفعل الثواب ما يكون ثواب حتى تكون إثابة ما يكون ثواب حتى تكون إثابة إذن اقتصاف الفاعل بالمفهول ذاتق على وجود المفهول كما كان قرر بأن الله في عمل الله ثوابا وإطابا لازم أن نقرر بأنه مطيب ومعاقب وأنهم وصوهم بصفة الرتابة وبصفة العقوبة ولهذا قال والسواب والعقاب نقول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضعه ويأتخذه ويرغضه المثيب المعاقب فهذه الصفة المعاقب خلال أرجو انتباه جماعة وهذا ما كنت أظن أني صعب عليهم جدا لا مرصب أولا عندنا أخذ المثال المحبة عند أهل السنة والجماعة ما هي صفة حقيقة علموا عنه علموا عنه أقول لذا لكن لا أتلقوا بالله نعم طيب أهل التأويل أولوها إلى وضعه مرة يقولون المراد بالمحبة إرادة الثواب إرادة الثواب مرة يقولون المراد بالمحبة نفس الثواب أرثم الآن الذين تسطروا المحبة بإرادة الثواب يلزمهم في الإرادة مثل ما يلزمهم في المحبة إذا قالوا إن المحبة تقدر التمثيل قلنا لهم إن الإرادة تقدر التمثيل عندهم لا طيب الذين قالوا تسطرواها بالثواب بالثواب مو بالإرادة في إرادة الثواب بالثواب نفسه لماذا تخلصا منين من إلزامهم في الإرادة ما يلزمهم في المحبة قالوا مدام نحن تزموننا في الإرادة إذا أخذنا إرادة أن نكون ممثلين إذا نتركها فالسبع شيء بالثواب فالثواب هو مفعول يعني شيء عندما أبني بيته بنيت وفلصت ورحت هذا البيت وإش يسمى واضح كذلك أليس كبالي؟ السلام ورحمة الله أقول هذا البيت الآن يسمى مبني مبني يعني محوظ هل هو بائم من البان أو لا؟ بائم من الثواب الذي يريده الله تعالى أن يحب بائم من الله جاهز الآن إذا خسروا المحب في الثواب صحيح أنه من حيث الظاهر انصدرت عن الله ولا لا؟ ولا إمن تجاهز لأنه مفؤول شيء بائم عن الله لكننا نقول لهم هل يمكن مفؤول بدون فعل؟ ها؟ ما يمكن أن يوجد مفؤول بدون فعل إذا فالثقاف الفاعل بإعجاز المفؤول لازم على وجود المفؤول متى وجد المفؤول فلابد لهم من فعل ولابد للفاعل من فعل وحين إذن يكون أثبت لله صفة الفعل قل لي لا؟ حين إذن يكون أثبت لله صفة الفعل فنقول أنكم الآن أثبتتم لله صفة فعل فأل تقولون أن هذا الفعل مثل في المطلوحين؟ ها؟ لأنه يجب أن تقولوا ما يمكن أن تقولون ما يمكن أن يوجد فعل ما يمكن أن يوجد صفة المطلوب تثبت لله إلا وهي مشابهة إذن يجب عليكم أن يكون الله تعالى مشابه للمطلوب حيث أثبتتم له فعلا حيث أثبتتم له فعلا فقال أنه ما راح إلى أي شئة فإن التنثير يلحقهم ويلزمهم ولا يمكن أن يتكلفوا منهم إلا ببجوع إلى الحق وهو إثبات الصفات الواردة على وجه حقيقة من غيره من غير تنثير ها؟ 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 هون الزف تحتيقه صفة فعلية صفة فعلية نذيب أن نقول أن الله عبر عالمه فننظروا أنه إلى النظري الم 이번 المنسب 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 نحن الذي أحب أن تصممت ним الآن فإحصل هذه لا تقلنا بأن فهمنا وممكن ما فهمتهم لأن طبعا تتنقسون فيه هو بالتأسى القادم أو بعدا أرى فبطار الذين يثبتون بعض الصفات جad بعض الصفات بحجة لأن إثباتها ينفونا بعض الصفات بحجة لأن إثباتها يستغنوا التشبيد وش يلزمهم يلزمهم فيما أكفتوه يعني الآن بنتكلم معهم سباب الإثبات يلزمهم فيما أكفتوه وش نظير ما يلزمهم فيما نكوه كده ولا لا المحبة قال المراد بها إرادة التواجد قلنا لهم يلزمكم التمثيل يلزمكم التمثيل إذا تتصموها بالإرادة فولد لماذا؟ لأن المفلوط إرادة وأنتم ما فررتم من وصفه بالمحبة إلا حزم المفلوط له محبة تقولون إثبات المحبة يستغنوا التمثيل يستغنوا التمثيل على رأيكم عدلوا عن هذا وقالوا مفصل المحبة في التواجد والتواب شيء منفصل قلنا لا التواب شيء منفصل عن المبيل عن المسيط فهو أمر دائم الناس فلا تنزيوننا العام بالتمثيل لأننا تضفرناه بالتواب وهو منفصل عننا ماذا نقول لهم؟ من هو طيب التواب محروف قلنا لا يعني الله هو المحيب له فهو مفهول والمفهول لا بد لهم منفصل والفاعل يكون به الفعل فلا يمكن يوجد مفهول إلا وقد قام الفعل في الفاعل قبل وجود المفهول قلنا لا فإذا يلزمكمها التنفيذ حيث أتبطتم أن الله أن لله فعلا فإن للمخلوق أيضا فعلا كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون فأنتم الآن وضعكم في التنفيذ إذن ما وش يتوونها لهم نفر ولله ما لهم نفر فمهما راحة سميع المؤولين المحظفين لدلالة اكتاب والسنة في إبغاء الله وأثنائك مهما فرهوا فإنهم واقعون الشهد في نظير ما فره نحن ما يمكن يتخلطون أبدا إلا إذا أفضل الحقيقة نعم طيب يقول فلهم فهم فهم إن أفضلوا فعل على مثل الوضع المعقول في الشاهد للعبد نفره وإن أفضلوا على خلاف ذلك فكذلك التثار إن قاولنا الفعل ماذا قال المحظفين ويردمهم أن يقول ذهب مهما وإن أفضلوا على خلاف ذلك وإن قاولنا الفعل على قلوة المعروف عند العبد نقول كذلك أيضا الصفاء لا شارك التثار يقول وإن أفضلوا على خلاف ذلك فكذلك الصفاء صفاء 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 صفاء